يبقى الثلاث خطوات بتاع التصميم زي ما قلنا هبقى فيه عندي أول حاجة بحسب أبعاد القطاع تاني حاجة هعمل تشاكع المومن بس مش هنعمل تشاكع النورمل ثلاث حاجة هنطلع التسليح طب أول خطوة هي خطوة أبعاد القطاع عايزين نطلع البي والتي فكي نقلنا قبل كده كالعادة بنفرد البي وبنحسب التي فاكر المفروض نفرد البي بكام بما أن هنا متوقع أبعاد القطاع تبقى صغيرة ممكن أفرد البي 250 أو 300 أو 350 أو 400 لكن قبلك من حاجة لو السكشن اللي احنا بنتكلم عليه ده اللي عليه M و T موجود في فريم انت عارف ان الفريم البي بتاعته ثابتة على كل قطاعات فالفريم ده هبقى فيه قطاعات تانية عليها M و P فبالتالي هبقى قطاعات كلها البي بتاعتها من 300 ل400 ميلي فلو السكشن اللي عليه M و T موجود في فريم في الحالة دي أكيد هتاخد البي من 300 ل400 ميلي برضو انت هتبقى ملتزب بنفس البي بتاعت الفريم بالكامل لكن لو السكشن اللي عليه M و T مش موجود في فريم انت كممكن تصغر بي وتاخدها 250 لو انت عايز دي كده أول حاجة فاكر بعد كده بنحتاج كمان نحسب T فاكر لما كان عندي M و P أنا كنت بعمل إيه بحسب T1 اللي كان بقاوم بندنج واحسب T2 اللي كان بقاوم نورمال وأخد الأكبر اللي فيهم أسمي T نود وبعد كده كنت بأخد T نود أكبرها شوية ضربها فرنج من 1.1 لـ 1.3 حاليا لو تاخد بالك أنا ما عنديش T للنورمال لأنني ما عنديش هناك compression force فهنا هتبقى فيه عندي T واحدة بس اللي هي T بندنج فعلشان كده لما عندنا القطاع عليه M و T احنا بنحسب T واحدة بس اللي هي T بتاعت البندنج بالC1 و J وبنسميه على طول T نود يبقى في الحالة دي الـ D نود بكام هتساوي C1 في جزر M قلت متليمت على F سيو في الـ B وكالعادة طبعا القطاع ده هيعتبر كأنه R section فانت شغال بالـ B small فاكر في الحالة دي كنت بختار C1 بكام بـ 3.5 يبقى في الحالة دي انت هتعاوض C1 هنا بـ 3.5 واتطلع الـ D نود هيطلع رقم فيه كسر كالعادة نعمل ايه؟ نربه الأقرب 50 ميلي بالزيادة وبعد كده هتطلع قيمة الـ T نود اللي هي هتساوي الـ D نود زائد كفر فكانت طبعا هذا الكفر اللي هو يبقى يا إما 50 ميلي لو T نود لحد ألف وهيبقى بـ 100 ميلي لو T نود أكبر من ألف طب بعد ما جبت T نود هاخد T النهائية بكام في الحالة دي أنا محتاج أكبر أبعاد القطاع قلنا لأ فكين القطاعات اللي عليها M و T القطاع أغلب ومشرخ فأنت بتحتاج خرصانة قليلة لكن حديث كتير بما أن أنا محتاج خرصانة قليلة فبناخد عادة T fringe من 0.9 ل1 T نود وعادة ما ناخد أدي T نود على طول يبقى أنا حاليا كده جبت أبعاد القطاع ال-B احنا كنا فرضانها من الأول وحسبنا T دي كده كتأول خطوة في التصميم فكين قلنا التاني خطوة هنعمل إيه هنعمل تشيك بس تشيك على النورمل ولا على المومنت لكن قلنا هنا مفيش تشيك على النورمل لأن ما عنديش compression force فلو تفتكر تاني خطوة كنا بنعمل تشيك على المومنت كالعادة بعمل تشيك على المومنت إزاي بحسب قيمة ال-E فاكل-E لها بتسوي ال-M على ال-P وقارن ال-E بقيمة ال-E minimum وزي ما قلنا ال-E minimum عندنا بكام الأكبر من قيمتين ياما 0.05T وفكين قلنا التالي هو العرض الموازي للمومنت أو 20 مالي شوف مين أكبر يبقى هو ده قيمة ال-E minimum بقارن ال-E اللي عندي بال-E minimum وشوف مين فيهم أكبر فكين قلنا قبل كده لو ال-E اللي عندي أكبر من ال-E minimum ساعتها يبقى أنا مش هينفع أهمل المومنت فبالتالي هنصمم القطاع دع على مومنت وتنشم في نفس الوقت لكن لو ال-E أصغر من أو تساوي ال-E minimum في الحالة دي أنا من حاقي أهمل المومنت يبقى في الحالة دي أنا صمم القطاع على التنشم بس كأنه قطاع بتاع الطي عادية خالص لكن لو طلعت ال-E على T أكبر من minimum وده الأغلب في الحالة دي لو تفتكر نخش على طالت خطوة إن احنا نطلع التسليح فكين قلنا التسليح ده عشان نطلعه هتلاقي في حالتين يا إما ال-Behavior بتاع القطاع يشبه الكاميرات أكتر يا إما ال-Behavior قطاعها يشبه التاي أكتر لو ب-Behavior بتاعه يشبه الكاميرات أكتر فكين قلنا ده معناه إنها يبقى فيه جزء compression وجزء تنشن فكين طبعا خلصانا هتشرخ من ناحية التنشن سايد فاحنا كنا منحط تسليح دايماً AS ناحية التنشن والناحية التانية اللي هي ناحية compression كنا منحط stir up hangers تفاكر لو ب-Behavior القطاع ده يشبه التاي أكتر فكين قلنا ده معناه إن قطع بالكامل عليه تنشن يعني خلصانا كلها مشرخة وفي الحالة دي هنحتاج نحط تحديد عمل إزاي AS1 وAS2 والAS1 خد بالك بتبقى أكبر من AS2 زي ما هنشوف كمان شوي طب إزاي يقدر أحدد إذا كان القطاع ده ال-Behavior بتاعي يشبه الكاميرات أكتر أو الطاي أكتر فيكين كنا بنحسب أول حاجة الإي اللي هي بتسوي M على T فاكر الإي دي كان معناها إيه بعض التنشن فورس عن CG بتاع القطاع بس ياريت تاخد بالك من حاجة القطاع ده حالين بيأثر عليه تنشن المفروض بتأثر في النص وبين الممت المفروض دلوقتي القطاع الإكويفننت للقطاع ده لو تفتكر بعمل إيه بشيل الممت وشفت ال-T هشفت ال-T نحية التنشن والا الكمبريشن طبعا نحية التنشن بما إن في المثال ده التنشن هنا موجود نحية دي لسه يبقى أنا مفروض في الحالة دي كنت هلغي الممت وشفت ال-T نحية التنشن لو تفتكر تبقى هي دي المسافة الإي عندنا يبقى في الحالة دي القطاع الإكويفلنت عندنا هيبقى شكله عامل كده بالضبط لو تفتكر بعد ما بحسب الإي بحسب نسبة الإي على الت وكالعادة بنقارنها 0.5 والله لو لقيت الإي على الت أكبر من 0.5 ده ساعتها بنسميه Big Accentrasty وساعتها الbehavior بتاع القطاع هيشبه الكاميرات أكتر يبقى أنا في الحالة دي هحسب الإي اس عن طريق حاجة اسمه إي اس أربع خطوات لكن مختلفين شوية صغرين على اللي احنا اخدناهم مع الام والبي لو لقيت الإي على ت أزغر من 0.5 ده بنسميه Small Accentrasty وفي الحالة دي بهيفير القطاع هيشبه التاي أكتر في الحالة دي لو تفكر قلنا هنحسب إي اس واحد وإس اتنين لكن مش بالانتر اكشن دا جرام خبارك الانتر اكشن دا جرام اللي موجود في كتاب الديزاين إيز ده بتاع مومنت وكمبريشن بس تقدر تقول لي ليه لما الإي على ت كتأكبر من 0.5 اعتبرناه إنه يشبه الكاميرات أكتر ولما كتأظهر من 0.5 اعتبرناه يشبه التاي أكتر فكين قلنا قبل كده القطاع اللي بيأثر عليه Tension ومومنت انت عارف إن Tension ده مفروب بيأثر في النص لما تطلع الإي على ت أكبر من أو تساوي 0.5 لو طلعت التين ناحية دي مش ده معناه إن الإي أكبر من أو تساوي 0.5 ت فكين قلنا ده معناه إيه معناه إن القطاع الإكويفينت للقطاع ده إن إحنا لو شلنا المومنت وشفتنا لT طبعا هتشافتها ناحية مين دلوقتي ناحية التنشن سايد يعني ناحية دي لسه هتشافتها مسافة إيه بيمن الإي هنا أكبر من 0.5 ت مش ده معناه كده إن التنشن فورس هنا تعتبر خارج القطاع فكين قلنا لو برا قطاع معناه إن هي أكيد برا الكور لو برا كور ده معناه إيه معناه إن القطاع ده معرض ل two stresses compression وتنشن طبعا التنشن هنا يبقى موجود تحت ولا فوق ويبقى موجود تحت في الحالة دي هتلاقي شكل سترس عامل كده بالظبط ان عندي تنشن تحت وكمبريشن فوق طب لو تنشن تحت وكمبريشن فوق يبقى كبهيفير ده يشبه مين اكتر طبعا يشبه الكاميرات اكتر خلاص انا هتشرخ ناحية التنشن بس لكن ناحية الكمبريشن هتبقى شغالة وفي الحالة دي انا احتاج حديد ناحية مين ناحية التنشن سايد فهنحط اس ناحية التنشن وناحية الكمبريشن هنحط stir up hangers عشان كده بقولك ده كبهيفير يشبه الكاميرات اكتر ده في حالة لو ال اي على تي كات اجبر من 0.5 لكن فاكر لو ال اي على تي كات ازر من 0.5 ده معناه ان احنا لو طلعنا تي هنا ال اي هتطلع ازر من 0.5 تي ده معناه ان القطع الاكويفينات للقطع ده لو احنا شلنا المومنت وشفتنا تي فاكر ساعتها هتتشافت مسافة اي بما ان ال اي اصغر من 0.5 تي يبقى تي لما تتشافت مسافة اي عندنا تعتبر جوه القطع ولا لأ فاكين جوه القطع بنعتبرها كأنها خلاص جوه الكور يعني ببعنا صح القطع ده معارض لسترس واحد بس اللي هو هنا هيبقى كله تنشن طب لو قطع معارض لسترس كله تنشن متوقع خرصانة كلاتي بقى مشرخة ولا لأ مين ساعتها ليشير كل التنشن ده الحديد بس بما ان التنشن اللي هنا قيمته مش قد التنشن اللي هنا فما بحطش الاس واحد قد الاس اتنين فاكين قلنا في الحالة دي الاس واحد هتبقى اكبر شوية وفتكين الاس واحد دي ناحية التنشن اكبر يعني بمعنى صح ناحية دي لسهم بتاع المومنت يبقى عندنا تاني زي ما قلنا لو قطع لي ام و تي انا صممت على تلات مراحل طلعت الابعاد لابتطلع مساحة قطع خرصانة صغير بعدين عملت تشيك على المومنت بس ولو مومنت دا مش نجليكتت فاكين قلنا ساعة هنحتاج نطلع التسليح ازا قدرت طلع التسليح زي ما قلنا هنحسب نسبة الاي على تي وقارنها ببوينت فايف نشوفها اكبر ولا ازغر